ينضم إلينا من جدة الدكتور عبدالله القيسي أستاذ مساعد وباحث في علم الفيروسات بدايةً أرحب بك دكتور عبدالله في عين الخامسة دكتور عبدالله دعني أستهل معك الحوار بما صدر مؤخراً وآخر مستجدات أخبار هذا الفيروس وهذه الجائحة من تصريح صدر عن منظمة الصحة العالمية عن انتشار هذا الفيروس عبر الهواء ما مدى دقة هذه الدراسة وإلى ما ارتكزت أهلا وسهلا بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً منظمة الصحة العالمية تعتمد على دراسات تنشر من علماء مختلفين عمسة العالم يتم تقييم هذه الدراسات بشكل دوري من ثم تصدر توصيات أو ملاحظات طبعاً فيروس كورونا ينتقل بعدة طرق منها ما أثبت فعلياً وهو طبعاً الطريق الأكثر انتشاراً وهي عن طريق الرذاذ أو ملامسة الأسطح التي موجودة عليها الفيروس بالضافة إلى ذلك تكون إلى الآن بعض الدلائل أن الفيروس أيضاً ينتقل بالهواء والتالي صرحت منظمة الصحة العالمية بهذا التصريح ولكن أيضاً أكدت منظمة الصحة العالمية بأن انتقال الفيروس بالهواء يعتبر ليس هو العامل الأساسي قد ينتقل بالهواء ولكن في حدود تعتبر ضيقة وفي بيئات أيضاً محدودة فهو لا ينتقل بالهواء مثلاً في البشر بشكل كبير وإلا لكنا رأينا مئات الألاف وملايين الحالات لأن الهواء يعتبر عامل رئيسي في الانتقال إذا كان الفيروس ينتقل بهذه الطريقة ولكن ما زال ينتقل بطريقة نحدودة خصوصاً في المستشفيات وفي بعض الطرق التي تحتاج إلى تعامل مع مرضى مصابين بشكل كبير كأثناء عمل أجلس التنفس أو ما إلى ذلك هذه الطريقة قد تتيح للفيروس أن ينتقل عن طريق الهواء ويصبح موجود في الهواء في تلك البيئة ولكن في المجتمع بين الناس أعتقد أن الانتقال بالهواء محدود جداً أو إكاد لا يكن موجود ثم هذا التصريح كما أتكدت منظمة الصحة العالمية لا يغير شيء كبير في الإجراءات المتخذة الاستمرار في التباعد الاجتماعي الاستمرار في لبس الكمامات الابتعاد عن التجمعات أخذ الاحتياطات وغسل اليدين كلها تستمر نفس الشيء سواء انتقل بالهواء أو لا ينتقل بالتالي التصريح فقط لوجود إثباتات محدودة إلى الآن قد نشهد تغير في المستقبل لكن الآن ما زال انتقال بالهواء محدود ينتقل بالطرق الرئيسية المعروفة والتي أيضاً نحن نتخذ التدابير الاحتياطية ضدها كالانتقال عن الرذاذ انتقال بالأسطح وأيضاً حتى في هذه الحالات يحتاج الفيروس إلى اتصال بشخص مصاب إلى فترات معينة وليس فقط في ثواني محدودة بالتالي تصريح منظمات الصحة العالمية تأكيد أن هناك دلائل ولكن محدودة جداً نعم دكتور عبدالله لا شك بأن وسائل نقل هذا الفيروس المعروفة والتقليدية لدينا مثل المساس بالأسطح والاختلاط الأماكن الضيقة ثبتت بالتجربة ما صدر عن منظمة الصحة العالمية من انتشار بالهواء هل اعتمد على دراسات وأبحاث وأرقام معينة وحالات سجلت مثلاً؟ نعم سؤال جداً جميل طبعاً إثبات انتقال الفيروس بالهواء بين البشر صعب جداً ولكن قد يكون هناك حالات لوحظات في المستشفيات من أطباء وباحثين بالتالي كونوا بعض الإثباتات والإفيدنس أيضاً هناك بعض التجارب في الحيوانات وهو بيئة تختلف جداً عن البشر في هذه التجارب وجد العلماء أن تعريض الحيوانات حيوانات التجارب للفيروس الموجود في الهواء بطريقة مقصودة جداً وجدوا أن فعلاً هذه الطريقة المتعمدة في نشر الفيروس بالهواء وتركيز الفيروس بكمية كبيرة جداً قد تؤدي الانتقال في الهواء هذه تقريباً الإثباتات الموجودة إلى الآن كما ذكرت إثباتها عملياً على البشر يحتاج إلى وقت وتقريباً عملية ليست بسهلة ما زال هناك أبحاث ولكن الآن حسب من وجهة نظري أن الإثباتات على انتقاله بالهواء بشكل كبير ما زالت محدودة جداً وقد لا يحصل هذا في المستقبل نعم دكتور عبدالله لو وضحت أكثر فيما يتعلق بالهواء كون منظمة مثل منظمة الصحة العالمية تصدر تصريح بهذا الأمر وبهذا المستوى لا شك بأنه يختلف عن السابق الرذاذ انتقاله عن طريق الرذاذ هو عن طريق الهواء ما الفرق بين ما صدره مؤخراً وعن السابق الرذاذ نعم طبعاً طريقة انتقال الفيروس بالرذاذ هو عبارة عن تطاير الفيروس في الرذاذ الذي يطلع من الشخص أثناء السعال أو الكحة أيضاً أثناء الكلام ولكن هذا التطاير يكون محدود قد يمتد إلى مسافة مترين ثم يهبط هذا الرذاذ على الأرض وخلال دقائق قد يؤدي إلى إيقاف نشاط الفيروس إلا إذا كان بعض الأسطح التي قد تساعد على امتداد نشاط الفيروس إلى وقت معين وفي دراسات بهذا الشان أما الهواء فهو يعني أن الفيروس يتطاور مع أثناء الكلام التنفس ويمتد في جزيئات الهواء بشكل أكبر مسافات أكبر وأيضاً أوقات أكبر بالتالي انتقاله يكون أسهل جداً كما ذكرت هذا الإثبات ما زال مكان جدل ما زال الدلائل إلى الآن على انتقاله بهذه الطريقة وهي الهواء مع جزيئات الهواء بشكل مكثف ما زالت محدودة جداً وباعتقادي الشخصي أنه لا ينتقل بين البشر بكثافة في الهواء وإلا كما ذكرت لو كان ينتقل في الهواء لكنا شاهدنا مئات الحالات في بداية الانتشار ولم تكن الدول بصاعتها السيطرة عليه مثل الصين مثلاً وبعض الدول التي انخفضت فيها الحالات بشكل كبير ما لم تتخذ إجراءات أكبر من المتخذ أو المتعرف عليه الآن نعم دكتور من خلال متابعة أرقام انتشار الفيروس على مستوى العالم نلاحظ هناك تذبذب يميل إلى التصاعد هل هذا التذبذب الذي يميل إلى التصاعد خلفه حدوث طفرات وتغير في خصائص الفيروس مثلاً ما الذي يزاد انتشاره؟ جميل جداً هذا أحد المواضيع الذي أيضاً استخدمت بشكل كبير بين الناس وهو هل زيادة الحالات سببها أن الفيروس أصبح أكبر انتشاراً أصبح ينتشر بشكل أكبر هناك فيروس من نوع آخر أحدثت له طفرات فأصبح هو السائد طبعاً لإجابة على هذا التساؤل نتحدث قليلاً عن نوع الفيروس فيروس كورونا المستجد يتبع عائلة كورونا وهي فيروسات معروفة منذ القدم تحتوي على جينوم RNA وهو عبارة عن تركيب بسيط جداً بالتالي هذا التركيب البسيط يجعل الفيروس معرض باستمرار لحدوث تفرات على مدى الزمن هذه التفرات شيء طبيعي كما ذكرت ولكن لا تغير في خصائص الفيروس إلا على مدى طويل جداً بالنظر إلى فيروس كورونا المستجد طبعاً ظهر إلى الآن خلال 6 أشهر مضت 16 من ظهوره حدث تفرات باستمرار في الفيروس ولكن هذه التفرات إلى الآن لا أتوقع ولم يثبت أنها غيرت بشكل كبير في خصائص الفيروس طبعاً نشر طفرة معينة تسمى بـ D614 هذه الطفرة تعتبر الآن هي السائدة طبعاً هناك فهم بسيط أن الطفرة لا تعني أنه فيروس جديد الطفرة جزء من الفيروس ما زال نفسه الذي ظهر من يناير 2022 إلى الآن هو نفس الفيروس هذه الطفرة بالفعل قد تكون غيرت بشكل بسيط في خصائص الفيروس ولكن لا يوجد إثبات إلى الآن أنه هي السبب في هذا الانتشار لا يوجد إثبات إلى الآن أنه هي السبب في انتشار الفيروس بين الناس بشكل أكبر الفيروس ما زال في مستوية انتشار تقريباً متقاربة من شهور عدة نشرت بعض الأبحاث وجدت أن هذه الطفرة قد تجعل الفيروس ينتقل من خلية إلى خلية بشكل أكبر مقارنة بالفيروس الذي لا يحتبه للطفرة طبعاً هذه الدراسات لاقت انتقاد كبير من علماء الفيروسات المختصين في فيروسات كورونا وهي أنها أجريت على خلايا حية ولا يمكن تعميمها على الإنسان ثم أنها استخدمت فيروس معطل وليس الفيروس الحي باستخدام فيروسات أخرى لإظهار فعالية هذه الطفرة أظهرت بعض النتائج أنه ممكن أن تنتشر من خلية أخرى بشكل أكبر ولكن نتائج بدائية لإثباتها نحتاج على تجربتها على البشر طبعاً وهذا صعب إثباته بالتالي لا يمكن بأي طريقة أن ننسب هذه الانتشار مؤخراً إلى تغير في الفيروس نفسه قد يكون هذه الانتشار الذي مثلاً في أمريكا حالياً في البرازيل والدول هذه نتيجة عدم الالتزام بإجراءات الاحترازية في فترة من الفترات مادة إلى تزالي الحالات مؤخراً نعم دكتور عبدالله قبل أن أختم معك منذ بداية ظهور هذا الفيروس وانتشاره في الصين والحكومات وعلى مستوى أيضاً المؤسسات تبادر بمبادرات لمتعددة لإيجاد لقاحات مضادة أو شافية من هذا الوباء ما جديد عالم اللقاحات؟ نعم جميل جداً طبعاً اللقاحات هي أهم عامل لإيقاف انتشار الفيروس وقد ساهمت بإيقاف تفسيات وباءات عالمية على مدى السنوات الماضية بالتالي أتوقع أن اللقاحات هي أمر مهم وهي أمر مهم لإيقاف الجائحة الحالية تشاهد العالم في الستة الأشهر الماضية تسارع غير مسبوق في إنتاج اللقاحات حتى الآن هناك أكثر من 160 لقاح قيد التطوير هناك عدد كبير منها أو عدد جيد منها في مراحل متقدمة 20 منها دخلت المراحل السريرية مراحل سريرية تعتبر أربع مراحل أو ثلاث مراحل أساسية الأولى والثاني والثالثة الثالثة هي المرحلة الأهم وهي تجربته في إيقاف على البشر لإيقاف إصابتهم بالعدوى أربع لقاحات دخلت هذه المرحلة أظهرت نتائج جيدة في مراحل الأولى والثاني وبالتالي أتوقع أن أحد هذه العشرين أو المراحل المراحل السريرية سوف يصرح له كليقاح ويساهم بشكل كبير إن شاء الله في إيقاف الجائحة على مستوى العالم نعم إذن فائق الشكر للدكتور عبدالله القيسي أستاذ مساعد وباحث في علم الفيروسات كان معنا من جدا شكرا لك اشتركوا في القناة